الفريق كامل الوزير وزير النقل تابع استكمال أعمال تنزيل 13 عربة جديدة للركاب في ميناء الأسكندرية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب واللي بلغت تكلفتها مليار و 16 مليون و 50 ألف يورو وبلغ إجمالي ما وصل من هذه العربات لحد دلوقتي 46 عربة وقال الفريق كامل الوزير أن الصفقة دي بتعتبر إحدى ثمار التعاقدات الضخمة اللي تمت بناء على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عشان نعمل نقلة نوعية كبيرة وشملة في الخدمات المقدمة لجمهور الركاب بالسكة الحديدية